في عالم يموج بضلالات الشرك والإلحاد وتنتشر فيه العقائد الفاسدة ينزه المؤمنون ربهم سبحانه عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله فالله سبحانه هو القدوس والقدوس هو المنزه عن كل شر ونقص وعيب وعن أن يماثله أحد من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فاسم الله القدوس يتضمن إثبات الكمال المطلق لله تعالى من جميع الوجوه لأن النقص إذا انتفى ثبت الكمال كله وقد أعلنت الملائكة ذلك قبل خلق الإنسان قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك أي ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك فمن آمن بأن الله هو القدوس وحده ولم يشرك به شيئا فإن الشرك بالله ينافي تقديسه وتسبيحه قال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ومن آمن بأن الله هو القدوس لم ينسب إليه ما لا يليق بجلاله كالولد والنظير وأكثر من تسبيحه في الصلوات وغيرها فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في رقوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح ومن أراد أن يقدس الله حقا فليقتد برسل الله في تقديسهم لربهم وثنائهم عليه بجميل الصفات وليجتنب ما يقوله المشركون في حق ربهم من افتراءات قال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين